اشتركوا في القناة هكذا نسير هناك ايضا مع هذا القم الهايل 47 هناك ايضا شعارا مشاركا باحثا عن الناموس اسير الى المقدمة اسير الى الصدارة الى المركز الاول في هذه اللحظات هناك ايضا الصدارة والمقدمة نجاح محمد بن سعيد بن هويمل العامري من يقدم نجاح هناك ايضا على البداية انتقل مع المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار وصول وتقدم من امتياز سالم بن ابخيت بن نوب العامري بينما المركز الثالث وصول وتقدم من انتصار هذا هو شعار مكتوم بن جاسم بن براك المزروعي خذت المركز الثالث نغلتنا الى المركز الرابع حدث حمد بن محمد بن سلطان بن حمد الشامسي خذت المركز الرابع بينما انتقل مباشرة على المركز الخامس الله الله يا هذا القدوم سيلون جارف ياتي من الملاجز الخلفية وصول من محبة محمد بن سالمين بن مبارك العامري على المركز الخامس في هذه اللحظات بينما المركز السادس وصول وتقدم في هذا المسار منوى 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 سيب بن سليم بالدودة العامري والمركز السابع الله يا سلام الدخول في هذه اللحظات من الجذابة سالم بن علي بن حميد الهاشمي بينما المركز الثامن في هذه اللحظات كيف سالم بن صالح بن سالم العفاري والمركز التاسع وصول وتقدم من بشاير علي بن حمد بن هادي القفراني المري والمركز العاشر في هذه اللحظات هذه هناك ايضا شكلة سالم بن حمد بن سبعي المحرمي هكذا النداء للعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة ولكن اتابع من خلف العشر المراكز الأولى اسماء اسماء جميلة ترقبوا لها مع الكيلو الأخير الله الله اعودي للبداية هلولة اعودي للصدارة والمقدمة مع المركز الأول امتياز امتياز في موقع الامتياز على البداية هلولة سالم بن بخيت بن نوبي العامري على البداية المركز الثاني انتصار مكتوب بن جاسم بن براك المزروعي خذت المركز الثاني ولكن اشوف اهتمام اهتمام هناك ايضا خميس بن محمد بن حمد الجمري هناك ايضا وصل هنا بانطلاقة اهتمام الكوكب الثلاثية ولكن اسماء تدخلت شعارات قادمة هنا سيل جارف ياتي من المراكز الخلفية الله الله هذه جمرة عبدالله بن محمد عبدالله بن حمد العامري وصلت هناك اخذت المركز الرابع بينما هناك طلالية علي بن مسر بن راشد الظاهري ما يبنى الهطاري الا في هذه اللحظات يا سلام يا سلام يا سلام على هذه النداء بينما اعود الى البداية هلولة اعود الى الصدارة هلولة هناك انتصار انتصار شعار بن براك من يتواجد على البداية هلولة الكالو الاخير الكيلو الخطير الكيلو المثير هنا بدنا نعد هذه الامتار المجنونة بشعار بن براك مكتوب بن جاسم بن براك المزروعي انتصار انتصار باحث عن الانتصار بشعار الانتصارات هناك على البداية هلولة ولكن الطلالية بدأت تتقدم هنا بدأت تتسلل علي بن مسر بن راشد الظاهري وصول من المركز الثالث وصول من اهتمام خميس من محمد بن حمد الجمري وصل هناك ايضا بانطلاقة اهتمام ولكن اختلط الحابل بن نابل الله بنادق وصلت هناك ايضا بنادق سيب بن سالب بن شميل الراشدي وصل هناك ايضا على المركز الرابع ولكن هناك بروية شعار بروية من القانب الايمن في هذه اللحظات بانطلاقة جمع عبدالله بن حمد هناك العامري في هذه اللحظات شعار بن مبخوتة على البداية هلولة الله 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 اسم مبخوتة وشعار بروية الله يا هالي رباح الله يا هالي رماح سلام 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 يا رماح سلام وسلامي الى هالي الساد ايضا هناك ايضا بانطلاقة هذا الشعار سلام بروية سلام هناك ايضا فلله فلله يدرك على هذا الحظور الجميل على البداية هلولة بانطلاقة جميلة هنا بتحديات جمرة عبدالله بن حمد من مبخوته العامري هناك ايضا وشكرا احمد بن روية مشكور هناك ايضا سلام يا رمح سلام بينما المركز الثاني انتصار مكتوم بن جاسم براك المزروع المركز الثالث وصول وتقدم من نوادر محمد بن ناصر بن خليف الدرعي بينما المركز الرابع وصول من اهتمام خميس بن محمد بن حمد الجمري والمركز الخامس وصول وتقدم هناك من اطلالية علي بن مسري بن راشد الظاهري هكذا نتيجتنا مشاهدين متابعين الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة هناك ايضا تهانينة والناموس ايضا لسيد عبدالله بن حمد مبخوت العامري ايضا والتهانينة ايضا لحمد بروية على هذا الحضور بانطلاق جمل التوقيت الزامنة خمس دقائق خمسين ثانية سبع جزامنة ثانية سلام يا رمح سلام بينما المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام والتوقيت الافضل المشكور يا بروية بينما المركز الثاني وصول وتقدم الانتصار مكتون بن جاسم براك المزلوعي توقيتها الزمني ايضا خمس دقائق ستة وخمسين ثانية خمس جزاء من الثانية تهانينة والناموس بينما المركز الثالث مشاهدين متابعين على الكرام وصول من نوادر محمد بن ناصب الخليفة الدرعي والتوقيت الزمني هناك ايضا قاطع على أربعة كيلومترات في زمن قدره خمس دقائق تسعة وخمسين جزئين من الثانية تهانينة والناموس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة